محافظة السليمانية حيث حذرت دائرة الصحة من انتشار مرض الكوليرا في المحافظة مطالبة بتشجيد الإجراءات الوقائية إزاءها ولمعرفة المزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مراسلنا الشيارة محمد أهلا بك الشيارة تفضل ما المعلومات لديك نعم تحية طيبة على الجميع صحة السليمانية وخلال بداية هذا الأسبوع تحذر المواطنين من انتشار وزديات حالات القيء والإسهال هنا في حدود محافظة السليمانية هناك ضغط كبير على مشافي السليمانية مشافي الطوارئ وأيضا مشافي الحكومية وأيضا مشافي الخاصة بالنسبة لارتفاع وزديات حالات القيء والإسهال يعني صحة السليمانية أيضا قالت وعلى اللسان دكتور صباح حورامي مدير صحة مدينة السليمانية قال أن تم إجراء فحص لثماني حالات كان هناك القي والإسهال الحاد داخل المخابر الموجودة أو المختبرات الموجودة هنا في مدينة السليمانية وأكدت أن النتيجة كانت إيجابية بالنسبة لمرض الكوليرا وقال أنه تم إرسال تلك الفحوص إلى بغداد إلى العاصمة بغداد بانتظار الفحوص المختبرية الخاصة بوزارة الصحة العراقية الاتحادية هذا أيضا قال أن الأسباب قد تكون الأسباب الرئيسية لانتشار هذا المرض وهناك احتمالية أو توقع ورجحة صحة السليمانية تكون احتمالية لانتشار مرض الكوليرا هو مصدر المياه المولوثة إضافة لذلك نصحت صحة السليمانية وطالبة المواطنين بالابتعاد عن أكل الخضروات التي تسقى بالمياه الثقيلة وذلك لتأثيرها الكبير على انتشار هذه الحالات نسبة المرضى المصابين بالقيء تخطط نسبة هناك نسبة خطيرة هنا بحسب صحة السليمانية بالنسبة لانتشار القيء والإسهال وكما قلت خاصة بين الأطفال الذين تكون منعتهم قليلة بالنسبة للبالغين أيضا شددت من إجراءاتها الوقاية وطالبت المواطنين الاهتمام يعني صحة السليمانية طالبت المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وأيضا التأكد من مصادر شرب المياه خاصة أن تكون المصادر المياه مفلترة ونقية من أجل المحافظة على السلامة العامة حتى هذه اللحظة نحن بانتظار الفحوص المخبرية التي أرسلتها صحة السليمانية إلى وزارة الصحة الاتحادية من أجل التأكد من عدمه من وجود حالات كوليرا لكن بالمجمل هناك ترجحات لهذا المرض وهذا الوباء هنا في حدود محافظة السليمانية هذا بالنسبة لي الكوليرا وانتشارها هنا في مدينة السليمانية منها أنتقل إلى نشاط ثقافي أيضا يحدث في مدينة السليمانية وهو انطلاق المهرجان الأول الدولي تحت اسم مهرجان كردستان للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة دولية وأيضا مشاركة من دول عربية أغلب الدول العربية أستطيع حصرها بين الجزائر والمغرب ومصر وتونس وأيضا من الدول المجاورة سيوان كانت إيران تركيا إضافة إلى ذلك هناك مصورين فوتوغرافي من كردستان ولا يقول عن عشر مصورين من المحافظات العراقية وبقية المحافظات العراقية هذا المهرجان تم بالتنسيق بين المديرية العامة للثقافة والفنو في مدينة السليمانية بالتعاون مع مركز ألوان الثقافي أو سبع ألوان الثقافي الذي أيضا تدارته تحت إشراف المديرية العامة للثقافة يعني بالمجمل هذه أهم النشاطات التي تدور في حدود محافظة السليمانية اليوم نعم شكرا جزيلا للزميل شيار محمد من السليمانية